قالت وزارة المياه وري إنها شكلت لجنة للوقوف على الأضرار التي خلفها تسييل مياه سد الملك طلال على أراضي المزارعين بما يضمن حقوقهم إلى ذلك أشارت وزارة الزراعة إلى أنها بصدد حصر الأضرار التي لحقت بالمزارع أربع ساعات من تسييل مياه سد الملك طلال والتي تقدر بمئة وخمسين مترا مكعبا في الثانية أدت إلى تلف حوالي سبعين بيتا بلاستيكيا كانت مبنية على بعد خمسين مترا من مجرى الوادي الذي تدفقت فيه المياه في منطقة أبو الزيغان في لواء دير علا من فوق الميت ألف دينار خسارة لأنه عندنا سبعين بيت هذول شطابين عطبا كاملة بيوت مع بلاستيكيا مع كامل المتكملة والمسبب هي سلطة الوادي أردن لأنه في أخطاء فادحة من المسؤولين والمهنسين لأنه السد هذا خطأ يفيض كميات بل كمياتها موجودة كون الوادي هذا ما عمله صيانة من خمس ست سنوات التحذيرات التي أطلقتها وزارة المياه والري بالابتعاد عن مجال الأنهار لم تنل هذه المرة من المزارعين بل نالت من مستقبلهم الزراعي ومستقبل أسرهم فرغم الخسائر المتلاحقة على القطاع الزراعي زادت هذه الحادثة من تلك الخسائر كان يفترض هناك أن تأخذ وزارة المياه والري الإحتياطات لنتلاشى هذه الكارثة التي حلت بمزارعين بوادي الأردن الآن تشاهد هذه الوجوه الصامدة أمامك من سيقوم بتعويض هذه المزارعين يذكر أن تعويض هؤلاء المزارعين مرهون في التقرير الذي سيصدر عن اللجنة المشكلة من متصرف منطقة وبعضوية وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأضرار وفي حال ثبت أن تسهيل مياه السد كان وراء الأضرار فإنه سيتم العمل على تعويض المزارعين قرارات غير مدروسة وغير حكيمة كما يصفهم المزارعون في منطقة دير علاء أدت إلى خسائر بعشرات الألاف من الدنانير زيد خليفات من منطقة دير علاء المملكة